رسالتي للطلبة وعموم الناس أن يدعو القرآن في منزلته الصحيحة وأنه فصل الختاب وأن تعرض جميع المعتقدات عليه وأن يجعله في مكانة عالية من حياته وأن يعرض الطلب جميع المعتقدات التي يعلمها المشايخ الشيعة في تعاليمهم وكتبهم على القرآن الكريم كي يشاهدوا التناقضات خاصة في ولاية التكوينية والولاية التشرعية في باب الفقه أتلب من الطلبة أن يقتحبوا الجانب الاستدلالي لقضية الخمس وأن يتلعوا على أهاديث الخمس التي في كتاب وسائل الشيعة وأن يغرأوا الكتب بداية من علام حلي حتى المحقق الكركي در فقه به طلاب عزيز من این پیشنهاد رو میدم كه وارد بحث استدلالي خمس بشند فقط أهاديث خمس که در وسائل الشيعة وجود داره و كتاب فقه ها رو از علام حلي تا محقق الكركي فقط سير تحولش رو ببینن وموقع همه چیز دستشون مياد این ساخته ها، این پرداخته هایی که برای تصرف در مال مردم رو به وجود آوردنه فسوف يشاهدون كمية التحول الحاصلة و تنجلي لهم الامور فسوف ينكشف لهم كيف انهم ارادوا بتلك الامور ان يستهوضوا على الاموال الناس وطاعتهم وعبوديتهم لهم ومعتقداتهم فاول تاريخ وقضية الخمس وعرز جميع المعتقدات الى القرآن الكريم والله يعلم انه لن يبقی من مذهب الشیعی والرافضی معتقد واحد اذا عرزت جميع المعتقدات المبحب الى القرآن الكريم لست ناتمن من انك تركت المذهب الشیعی فلو انت بقيت على هذه العمامة لكنت الان وزیرا للثقافة لابد ان اتحمل اني هنا ولكن احمد الله اذ لطف بي لا اعلم لماذا لطف بي ولكن احمد الله ملايين مرات و يعجز اللسان عن شکره والاهم من ذلك ان لا يمیتني الا وعن على القرآن والسنة و ان يعزز من ايماني يومية هل كنت تتوقع ان تصبح يوما من الایام داعية للمذهب السنی على قناة فضائية؟ لم اكن اتوقع ذلك ابدا واسأل الله ان ينقذ جميع الطلاب والناس الغارقين في هذه الخرافة در گیر این خرافات و این بابرها ان شاء الله رهابشن ان شاء الله از بابرها بارك الله الله يحوی اشتركوا في القناة